موسيقى 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 والعديد عود والعديد من دركله سوى بالتقيقة الثانية والثمانين بشجل فريق اتهاد العاصمة بعد عمل رائع وجميل هذا هو اللاعب الخمسة من وسط الميدان ثم كودري والتوزيعة وهو العمل الجيد والممتاز وفرحة كبيرة لدى انصار اتهاد العاصمة من على مترجات ملعب عمر حمادي ببروغين هكذا درفله ساعفه الحظ ولم يخله الحظ وسجل العدف شوق الموسى الموسى الى عرجي لكن عرجي كان تكيف هذا الاخدار من قدر انه يسدد لكن فعل اصول مش شاف اللعب درفي الركنية شعرها تكون ركنية الهدف الاول ارضية والهدف الاول والهدف الاول والهدف الاول بالجلال ستت بقوة تلتطم بالقائمة عوض وسامة درفلو في المكان المناسب لاستقبال هذه الكرة وافتتاح مكان لازم واستثمر بكرة مرتدة عائدة بعد تنفيذ هذه الركنية من مرتاح نشوف الركنية نفتح بطريقة ذكية مدروسة مظهومة تزديد قوية عائدة ودرفلو في المكان المواسم هدف اول للاتحاد امام بلاتو يونايت نظن هنا يكون بنيزون اللي تخدمت كثيرا في الاهداف نفذ الركنية ولدف الثالث ولدف الثالث قلنا الكرات الثابتة اما الهدف او الخطورة على اقل تقدير هذه المرة درفلو يوقع لدف الثالث للاتحاد والثاني له بهذه المباراة مباراة وبداية بداية مرحلة تانية اكثر من رائعة من نتيجة الرقوية نفاذة الرأسية مرت من امام الجميع البداية المبكرة رفق مدربال يلعب كرير ربيع كول 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 وسامة 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 صفقوا لي وسامة درفلو هو من غيره درفلو باتحاد العاصمة في السماية العالية في العالية لالية لالية درفلو الهدف يرفع رصيدة ولا خمسة اهداف ليس هذا المهم الاهم هو انه سجل للاتحاد الاتحاد في العالية غني 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 كورة في اجمل سورة كورة في منتال خطورو وسامة درفلو يفتتح باب التشهيل للاتحاد الميسرو يضع كورة ربيع قرطبا على الرأس وسامة درفلو قال الهدف الكبير سما درفلو مل غيرو درفلو درفلوم المترجم للقناة 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 يعتمد أن نزعرق المساعد، وكان لا أعطي لك لأسهرجة. التحوير إذا قامت لن تركيز في سايد. آجمنا نظر ذلك, أليس مزيد إلى التسجاريس. يبدو أن يستحق المنزل إلى المعارضة. يقدر دلفنو بذلك شكرا لك. وكان لسيح التحوير في قبل واحدة. لا يسأل؟ ومن فعل ما هذا الذي يحدث بملعب الهو اسماعيل ما هذا السيناريو الذي يحدث بملعب الهو اسماعيل بما يقوده دلفل والاتحاد العاصمة لم يكن هذا السيناريو منتظر بتاتاً والهدف الثاني يأتي بعد مرور 26 دقيقة من المرحلة الثانية الأولى فريق الاتحاد يتمكن من توقيع الهدف الثاني في سيناريو لم يكن منتظر تماماً موسيقى بودربال كرع الهجوج اطلاقا لم تكن متوقعة السيناريو العجيب والغريب على ناصر الملوديات يتفرجون انصار الملوديات ساكتون حايرون ماذا حدد في الدقيقة الثانية من هذه المباراة من الدرب رقم 104 يلا درفل وزوفا في بداية المباراة الدقيقة السابعة اي سيناريو اي سيناريو درفلو 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 واول داف المباراة لاتعاد العازمة اوسامة درفلو يشعل هذه القمة الكراسيكية ببداية مجنونة وبعدد ممتاز من اوسامة درفلو اقول ممتاز لانه ليس من السهل ان تسجل على زخبة ضربة الجزاء فهب في اتجاه الكرة تابعة ولكن اختارها الساوية الصعبة والبعيدة درفلو يتفاعل مع الجمهور اي لعادة رح معها زخبة شم الكرة مثل ما نقول بلغة كرة القدم ولكن منافذة كما ينبغي منافذة كما ينبغي برجل اليمنى تفاديه لأي طارق وليأي مجازفة هنا بينما تلقى من اوسامة اوسامة يدخل اوسامة غول 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 يفعل لأسما مع تلقى الشوطة السري مشاهدة الكرام انتحاد العاصمة نعم يتقدم عن طريق الهدف الكبير اوسامة درفلو ما الغيرو درفلو يا زور شيباك شمام اقساطينة في هذه ضحانات في غفلة من المدافعين هنا في ضار المدافعين ينسلو سامة درفلو بتسديدة قوية ومركزة يازم الحال الشمس الدين الرحمني واحد سفر واحد سفر للي اسمع موسيقى ومرعولة صاعم وخطر الجدان والسحاة والهدف الثاني لصالح فريم اتحاد العاصمة اوسامة الهدف الثاني لصالح اتحاد العاصمة في الدقيقة الرابع والثمانين الهدف الذي انباه اللا عبد الرفلو سما بعد خطأ في دفاع ملودي تلسير وقلت ان الدفاع يرتكب الأخطاء لذلك ارجع بقوة ولكن اوسامة درفلو يضلغ الهدف الثاني والتغييرات التي احدثها مدر بفريق اتحاد العاصمة ملودي حمدي والطاقم الفني طبعا جاءت بثمارها لانه هشام لانه التغيير كان بمهاجهين لعبين عنده السرعة قرتيكيا قرتيكيا متفوق على الملودي ما لابد على اي مدرب متفوق فيها لانت متفوق تعطي من الخصر هجوم الضيوف لم يكن خطيرا خلال هذه المواجهة ولكنه كان فعالا عندما تمكن اوسامة درفلو من افتتاح التسجيل بكرة وقف ناتيش ورقبها وهي تدعب شباك مرماه وكان ذلك عند الدقيقة الخامسة والسبعين اوسامة درفلو كان ذلك في الدقيقة الثامن عشر من الشوط الثاني بعد فهون في دفاع اتحاد البوليدا هدفين لهدفين متعادل بين الفريقين شبابة القبائل الخطأ كان على اوسامة درفلو ثم يسجل على طريق التربة الجزاء ثم يسجل هدف في الدقيقة التاسعة والثمانين وتبقى شبابة القبائل في المحترف الأول موبيليس ورمان بقاءها نهاية دفاع كما يتوقف عن مرحبا يأخذ أنه سيارة يتوقف نسأخذ لاحقاً لاحقاً نتشرت من الجانب لكنه لم يتوقف ليست قابل العامل محمد لكما كانت أطلق قائمان 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 لكما كان يتوقف من الجانب فرحاته أعتقد أنه كان مفتولًا و هذا ما الذي يجب أن يدرك أن يدرك للمكة ومذلك أنه لماذا يدرك الشعور على المشاركة وفيه سمسي لديه ومن المشاركة فهو يساعدني بسيطاته وفيه الآن بإمكانيين ومع أنه يدرك الاندرفيلو ومع تشعره ومع أنه أوه ويبدون أن يدعو إلى الوضع الانيذر ويبدوا أنه لم يكن من جاء هذا المعرض وصفاك لصفاق المحة مما كان الأخذ الوضع ومع المنافق منه سأغل القلاب وللك همية ساقفيه بلد في أساس 2 مقف 3-4 مقف هذا هو الشعب المحة يوجد كما يوجد يوجد هناك محاولة يوجد هناك محاولة من المنزل يوجد هناك محاولة وأعتقد أنه محاولة بالنسبة للمنزل بالطبع المنزل بالطبع المنزل ليس لديهم أيضًا اشتركوا في القناة